الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثامن عشر من أبريل تطورات هامة ولافتة القوات الروسية توسع سيدرتها في اتجاه أفديفكا كذلك في عدد من الاتجاهات طبعا أحبائي أتمنى من حاضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفود أي معلومة ولا تنسوا رجاءا الانضمام إلى القناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو على الأوسع النطاق ليصل للجميع سنبدأ مباشرة من محر دانياسك طبعا محر دانياسك قطاع أفديفكا حيث استطاعت الوحدات الروسية بعد عمليات تقدم مستمرة دون انقطاع توسيع موطئ القدم الذي حصلت عليه في اتجاه بلدة أشيرتيني الهمة التي كانت محصنة ومحاطة بقوة كبيرة من القوات الأوكرانية تمكنت القوات الروسية من التوغل وإضافة مزيد من السيطرة في هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون هذه المنطقة بعمق 220 متر وبعرض 370 مترا سيطرت القوات الروسية على العديد من المنازل في هذه المنطقة أضافت لسيطرتها طبعا منطقة هامة طبعا هذه المنطقة لماذا هامة سأشرح التالي بداية كما قلت لكم بالأمس القوات الروسية كانت تحاول الضغط باتجاه نوفو بخموتيفكا وليس فقط باتجاه أشيرتيني ومع تقدم القوات الروسية والسيطرة على المنطقة بهذا اللون الزهري باتت القوات الأوكرانية في نوفو بخموتيفكا محاصرة عليها التراجع باتجاه الجهة الغربية أو شن هجوم مضاد باتجاه الجهة الشرقية باتجاه مواقع القوات الروسية ولم يعد بإمكانها الانسحاب باتجاه أشيرتيني ولكن يمكنها أيضا شن وجمات باتجاه هذه المنطقة التي سيطرت عليها القوات الروسية لذلك لننتظر كيف تتصرف القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه ماذا عن القوات الروسية؟ القوات الروسية بعد هذا التقدم هذا التوسع في السيطرة هنا بات بإمكانها الضغط أكثر فأكثر باتجاه القوات الأوكرانية في نوفو بخموتيفكا بات بإمكانها التوسع أيضا باتجاه أدتي اتجاهات باتجاه أشيرتيني كذلك بات بإمكانها الضغط على التحصينات الأوكرانية الموجودة في المحيط وطبعا باتت المنطقة الواقعة بين نوفو كالينوفي ووشريتيني تلاحظون هنا ضفت منطقة رمادية هذه المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة كلا الطرفين يتوغلان من خلالها ويستهدفان الآخر دون أن تكون تحت سيطرة أحد وبالتالي القوات الروسية تحاول التقدم وهذا تأكيد لما قلته مرارا وتكرارا أن القوات الروسية تحاول تقدم عدة تجاهات والضغط على نوفو كالينوفي وربما محاولة تطويقها ودفع القوات الأوكرانية الموجودة هنا للانسحاب باتجاه كيراميك وراحقا الانسحاب باتجاه المناطق الخلفية أكثر فأكثر كذلك تحاول الضغط على الدفاعات الأوكرانية والمواقع الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة لإسقاطها ودفع القوات الأوكرانية المرجة بحماية المنطقة للتراجع إلى الخلف ولكن هل بهذه السهولة ستسقط الدفاعات الأوكرانية أم ستحاول القوات الأوكرانية شأن هجمات إضافية واستعادة ما خسرته هنا يبقى السؤال الهام وهنا أتمنى من حضراتكم إبداع أراعكم في التعليقات بتقدم من آخر القوات الروسية استطاعت القوات الروسية توسيع سيطرتها في هذا الاتجاه طبعا تقدمت بعمق 270 مترا وبامتداد 528 مترا طبعا هذه المنطقة باللون الزهري تمكنت القوات الروسية من تثبيت سيطرة بها طبعا إضافة لذلك تلاحظون أضافة منطقة رمادية هنا تشهد هذه المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية تحاول من خلالها القوات الروسية السيطرة على المنطقة التقدم عبر هذه الأحياء إضافة إلى ذلك تحاول القوات الروسية الضغط باتجاه جنوبي نوفو كالينوفي على هذا النحو ولكن المعارك عنيفة لننتظر ما الذي سيحصل ولكن الأمر اللافت الذي أريد إشارة إليه إلى أن التقدم الروسي مستمر في هذه المنطقة دون انقطاع بشكل يومي هناك تقدم للقوات الروسية من نوفو كالينوفي وصولا إلى أشارتيني ماذا عن بيرديتشي؟ باتجاه بيرديتشي القوات الروسية تواصل قصف مواقع القوات الأوكرانية بتوست إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في اتجاه سامينيفكا إضافة لكل ذلك تستمر المعارك العنيفة في جوهات خط الدفاع الثاني في أومانسكي في نيتايلوفي وفي اتجاه ياسم بروديفكا تحاول القوات الروسية زيادة الضغط على هذا الخط الدفاعي ولكن في نفس الوقت تحاول القوات الروسية التعامل وإنهاء ملف خط الدفاع الأول الذي أنشأته القوات الأوكرانية في محيط أفدايفكا ماذا عن كراستوريفكا؟ في اتجاه كراستوريفكا القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية باتجاهها ولكن لم تستطع إحراز أي تقدم مع ساعات المساء ولكن المعارك على أشدها فالقوات الروسية وصلت صباحا ووسعت سيطرتها طبعا وصلت إلى هذه المصانع الضخمة حيث تتمركز القوات الأوكرانية وطبعا تستغل بنية تحتية لهذه المصانع قوة البناء للاحتماح من الضربات ومن القنابل الروسية ولكن المعارك عنيفة في كل جبهة كراستوريفكا في هذه المنطقة على طول هذه المنطقة هناك اشتباكات إضافة إلى ذلك نقلت قوات الأوكرانية بضعت مجموعات من الوقت 59 الذي كان مولجا بحماية بيرفومايسكي باتجاه أشيرتيني نظرا لخبرتهم القتالية لربما في سعية منهم لشنها جاءت مضادة أو الاحتفاظ بأشيرتيني قدر الإمكان وزيادة الدفاعات في هذه المنطقة إذن نحن أمام مرحلة جديدة القوات الروسية منذ فترة تعمل على إنهاء خط الدفاع الأول تحاول السيطرة على نيتيلوفي وأوماسكي ويسنوبروديفكا في الخط الثاني وطبعا منذ أيام تحاول القوات الروسية السيطرة على أشيرتيني وكيراميك ونوفو كالينوفي ماذا عن بقية الجبهات في اتجاه كريمينا استطاعت الوحدات الروسية إحراز تقدم إضافي بعد الذي أحرزته صباحا تقدمت في هذه المنطقة بعمق 170 مترا وبامتداد نحو 500 متر استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون طبعا هذه المنطقة هامة بالنسبة للقوات الروسية تحاول الالتفاف على جبل التباشير تضييق الخناق على القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة إضافة لذلك قامت القوات الأوكرانية بإعادة تشكيل اللواء 100 الذي كانت تابعة إلى لواء ميكانيكي مع خمسة كتائب وضعتهم في الخدمة طبعا تعيد تشكيلهم تعيد إمدادهم بالجنود وبالمعدات لذلك ننتظر إن كان سيكون هناك أي عمليات إضافية للقوات الأوكرانية ردا على العمليات العسكرية الروسية في هذا الاتجاه أما فيما يتعلق باتجاه شازي فيار تستمر المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية فعلا الجبهة ليست هادئة الجبهة مشتعلة عمليات القصف كبيرة جدا طبعا الدفاعات الأوكرانية تحاول الصمود أمام الهجمات الروسية في الضواحي الشرقية وكامل المنطقة الشرقية للقناة المائية طبعا البعض ينتظر أن يكون هناك تقدم أو تراجع يعتبر الأمر مملا أحبائي هذه حرب هذه ليست لعبة قرة قدم هذه نتحدث نحن في كل دقيقة هناك ضحايا في هذه الحرب وبالتالي الأمر ليس عبارة عن فيلم سينمائي أو عن أهواء أو رغبات إنما هي فانا حرب قاسية ومعارك شرسة أخات في هذه المنطقة في مسعى من كل طرف للسيطرة على متر واحد فلذلك البعض يظن أن متر واحد هي مسافة قليلة نعني قد تكون مسافة قليلة ولكن بنظر كل الطرفين هي عبارة عن معدات عن أرواح جنود عن تعب وجهة شاك يبذل للسيطرة عليه أما فيما يتعلق بالضربات الروسية فوثت قوات روسية ضرباتها كان هناك ضربة باتجاه دانيبرو ولكن قبل ذلك كان هناك ضربات باتجاه طبعا هذه المنطقة هنا تم استهداف نظام دفاع جوي للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة لاحقا تم استهداف فندق في اتجاه دانيبرو ومواقع أخرى ننتظر مزيدا من التفاصيل حول هذه الضربات فيما يتعلق بالسياسة وغيرها طبعا أعلن الناتو أنه يجب على أوكرانيا تعبئة المزيد من الجنود وأن الحلف شمال الأطلسي سيستمر بتزويد أوكرانيا بالسلاحي وبالمال إضافة إلى ذلك أحباهي تستمر عمليات ومحاولات إرسال الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا ولكن ينتظر الجميع هل سيكون الأوكران قادرين على تعبئة ما يكفي من الجنود تدريب ما يكفي من الجنود الحصول على المزيد من الأسلحة هل هناك مفاجآت يتم تحضيرها تحت ستار النقص في الإنداد بالسلاح تحت ستار نقص الحصول على شباب القطال طبعا لننتظر الحرب تبقى عبارة عن خدعة الحرب تبقى عبارة عن مفاجآت وبالتالي لننتظر مع الأيام سنكتشف ما الذي سيحصل هل يحضر الأوكران مفاجأة أم أنه فعلا في حالة أو وضع سيء أو صعب طبعا أحبائي حتى ذاك الحين أنا مستمر بتغطية المعارك مع حضرتكم أتمنى حضرتكم على انضمام القناة دوما طبعا هناك الكثيرون يشاهدون دون أن ينضموا إضافة لذلك شاركوا الفيديوهات قدر الإمكان وشكرا لكامل وقتكم التمين وإلى اللقاء